عقد قران الفنانة درة على المهندسة المعماري هاني سعد في الجونة تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو تداول رواد موقع انستجرام فيديو من عقد قران الفنانة درة والمهندسة المعماري هاني سعد وظهرت درة وهي تلتقط الصور مع زوجها وهي في قمة سعادتها كما تبادل الدبل في اليد واحتفلت الفنانة درة اليوم الاسنين بعقد قرانها على المهندسة المعماري هاني سعد في مدينة الجونة وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد في حفل اقتصرة على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفني وخارجه وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على انستجرام وكتبت قائلة ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا وخطفت درة الأنظار في حفل زفيا فيها إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة المرماد مزينا بالدمتل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزاء العالمي زهير مراد واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع مكياج ناعم بدرجات ألوان النيود واعتمدت اكسسورات أنيكا مكونة من كلي ناعم وخاتم بتصميم رأي واعتادت درة دائما خطف الأنظار بارتداء الزياء أنيكا ومناسبة لها وأن تحصل على لقب ملكة الريد كاربت وفيما يلي سنبرز لكم أبرز إطلالاتها التي ظهرت بها في العديد من المناسبات والمهرجانات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة